رجب الله قالي انه هيقول لي المفاجأة بالنسبة للراحلين عن نادي الزمالك في الموسم الجديد. ايه? انا قلت كده? قال كده ولا مالش كده? لا وقالك فيه مفاجأة في الاسماء بس ما قال محددش الراحلين انا بيتكلم عالصفقات. عالصفقات عالراحلين? كريم كلامه صح. مش بيركز معنا. قالك يا باشا بعدش الكبالك انا قلت روش كرامك. اه قالك فيه لعيب بلادي اه فيه واحد من ابناء النادي هيمشي. صح. مفاجأة. صح. صح. واحنا استنينا. اتكلمنا في الفصل عن الصفقات. ايه واحنا استنينا. والناس مستنية. نعرف ابن النادي بقى. نشوف بقى. بص يا كريم. ومنتهى الصراح. ومنتهى الصراح. اه دلوقتي اه فيه اسماء اه هتخرج من نادي الزمالك. اه خلاص يا مؤكد رحلها. زي مين? زي محمود علاج. ماشي. واحد الاسماء المؤكد رحلها. حالو. محمد صبحي الكلام فضل رايح وجاي. اه ما بين انه هو قاعد وهو ماشي. انا قلت لك قبل كده. الزمالك هيعرض على الاتنين حراس. من ستة مليون لتمانية مليون. ممكن يعرض على عواده صبحي للتجديد سبعة مليون جنيه. اللي اتنين وفقه هيجدده التعاقد ما وفقهش ما خلاص. الزمالك يبدأ يشوف حراس مرمى يدعم بيها فرقته. ماشي. ولكن على اقل هيبقى على واحد فيه. ماشي. اللي بيلعب منهم عواد فبالتالي حظوص صبحي. اقل. اقل. صبحي رحب بالتجديد لما اتفتح معايا من من فترة قريبة الموضوع. هو اتكلم انه قال انا تحتهم للزمالك وعايز اكمل مع النادي. فخلي صبحي مع محمود علاء. هنحتاجه يعني. اللي هو من اللعيبة يعني. اللي تقولي عشان الخص. محمود علاء اكيد ماشي. اكيد ماشي. صبحي. خمسين خمسين. خمسين خمسين. تمام. اللي دخل الصورة بشكل مفاجئ هو اوباما. اوباما ممكن يمشي. لان اوباما عقده وينتهي بنهاية الموسم ده. اوباما اتفتح معاها موضوع التجديد مرة واحدة شفائية. اوباما من ضمن اللعيبة اللي ممكن الادارة تفكر في موضوع برضو. ان احنا نعرض من 6 ل 8 مليون جنيه. لو اتعرض. خد بالك بقى انا قلتلك قبل كده برضو. لو تفتكر قلتلك. اوباما لو اتعرض عليه اي رقم في الزمالك هو وافي عليه فورا. هو ما اتعرضش عليه. فبالتالي من معلومات كده. ان في تفكير جوه الزمالك ان احنا ننتظر لنهاية الموسم ده. يعني ما نفتحش التجديد في الفترة الحالية. وانا انتظر لنهاية الموسم. ونشوف رأي جوزيجو ميز ده ايه في الموضوع. لو جوزيجو ميز عايز اوباما نجدد. مش عايز خلاص. انت شايف جوزيجو ميز عايزي جدد وهلق مع اوباما. انا شايف ان المباراة هي اللي هتجيب. معنى ايه. اوباما في فترة من الفترات تكسر الدنيا الموسم ده مع الزمالك. بعد كده دنيا ما مشتش بسبب الاصابة اللي حصلت له. ولسه راجع مؤخرا اصابة احمد حمدي ممكن تبكي على اوباما في الزمالك. ما اخد بالك الزمالك خلص قصة الكونفدرالية هيلعب بالاسكوادي الكامل في البطول في الدوري في البطولات المحلية. ففي المركز ده في اكتر من لاعب. يعني هتقعد ماصر ماهر وعبدالله سعيد انت عارف بيلعب هنا اصلا ده مركزه الاساسي ولسه سيف جعفر ما خدش ففي اكتر من لاعب وساعات لما بيلعب بالتلاتة هيلعب بشحاته ودونجا وعبدالله يلعب بشحاته وعبدالله بيلعب بدونجا وعبدالله وناصر ففي اكتر من حاجة في المركز ده الرجل بيشتغل بيها فوفقا لمجريات الامور يتحدد مصير اوباما ولكن هو دخل ضمن الدايرة اللي هي مهددة الاسماء المهددة بالرحيل في الصيف اللي جاي عنات الزمالك في حد تاني هيمشي بص الاجانب زي ما قلتلك قبل كده سامسون اعاد ولا ماشي لأ ماشي انا قلت انا حسمتها لك نضاي بشكل كبير ماشي ماشي من تاني انا قلتلك اللي ضامن استمراره بشكل كبير مسلوسي ويدخل معادي الوقت سيف الجزيرة ويدخل معادي الوقت المسلوسي يوسيف هم من الاجانب اللي مكملين مع الزمالي يتشاف كده كده العيب صغير في السن وقدم لقطة واثنين وثلاثة ولكن الزمالك انت عارف ما بيعتمدش على لقطة واثنين وثلاثة فيه اضافة وهيصنع فرق الفريق هيكمل مفيش الكلام ده الزمالك هيوفر العملة الاجنبية وهيبقى اللي باقي من الاجانب هو الجزيري والمسلوسي دول اللي اكيد ما مكملين دول اللي اكيد مكملين عظيم اشتركوا في القناة